نبدأ مع حضراتكم تفاصيل أخبارنا بعودة البيعسة البيعسة رجعت النهاردة الفجر تقريباً الساعة 4 ونص تقريباً بتوقيتنا هنا وصلت مطار القاهرة وبعد ما الفرقة وصلت ميستر موسيماني قرر طبعاً أنه يكون فيه راحة لمدة 48 ساعة طبعاً الراجل تكلم على ظروف المباراة وتكلم على أنه فيه حاجات كثيرة جداً كانت في اتجاه معاكس لفرقة الأهلي لكنه مش هيتكلم فيها وتكلم كمان على تقنية الفار وتكلم طبعاً أهلي ليه ضرب الجزاء تانية بتاعة أكرم تقفيق في نهاية المباراة ما تحسبتش ده شيء ورد جداً وخصوصاً لما تكون بتلعب في إفريقيا بر أرضك لكن نقطتين مهمين جداً في مواجهة غيابات وردة جداً جداً لا أين كان السبب إيه قاف ممكن إصابة لقدر الله ممكن أين كان السبب مشاركة مع منتخبات سواء منتخب مصر أو اللعيبة المحترفين اللي بيعابوا مع منتخبات بلادهم أين كان السبب في مواجهة غيابات مؤسرة في مواجهة حالة إجهاد في مواجهة ظلم تحكيمي ده بنسبة للجمهور نادي الأهلي الأهلي قادر على تحقي المكسب يعني عشان نحط الأمور في نصابها الصحيح الجمهور بيتابع المطشط الأهلي 90 دقيقة اللي بيقدمها نادي الأهلي الجمهور مش بيتابعها عشان يطمن أن الأهلي فاز ده شيء مطلوب وشيء منطقي وشيء بديه أي مباراة نادي الأهلي بيلعبها حتى لما كنا بنلعب مع باير ميونيخ في كاس العالم جمهور الأهلي منتظر أنه الأهلي ممكن يعمله أين كان المنافس أين كانت البطولة أي مطش الأهلي بيلعبه الجمهور قاعد مستني الأهلي يكسب دي نمرة واحد لكن المكسب مش هو الهدف الوحيد أنا بقعد أتفرج على 90 دقيقة عشان منتظر من نادي الأهلي وجبة بس سناها مرة بالكتير مرتين في الأسبوع مستني أتمتع كورة في التالي 90 دقيقة الأهلي بيلعبها مستنين فيها وبيتهيل أنا مش استثناء أنا قاعدة بالنسبة لكل جمهور نادي الأهلي يعني لما بقول ده أنا مستني كل الجماهير تبقى موافقة على كلامي لو الأهلي بيلعب مطش 90 دقيقة أنا مستني 60 دقيقة على قال منهم متعة أمتع نفسي بكورة حلوة أشوف نجوم النادي الأهلي أشوف أمشت النادي الأهلي أشوف فكر وتكتيك وخطة تشبعني كروين ده للأهلي عودنا أوه إحنا حبينا الأهلي عشان كده إحنا ما حبناش الأهلي بس عشان هو نادي بطولات آه البطولات بالنسبة لنا مصدر فخر وسعادة وبهجة وقول زي ما أنت عايز تقول لكن في النهاية الأهلي كورته حلوة الأهلي يقدم كورة يقدم مباراة ممتعة اللعبة التجالي ده مش بتاعنا مش إحنا ما شفناهوش وما تعودناش عليه ممكن يحصل نفهم آه مباراة في 2 في 3 على مدار الموسم ظروف صعبة فريق بنواجهه محترم مرشح لأن يكون منافس للأهلي على بطولة ظروف مباراة بتلعبها بره أرضك آه ممكن نلجأ لده كاستثناء مطشين 3 4 5 على مدار موسم لكن عمره عمره مكان أسلوب لعب النادي الأهلي وبالتالي كمان جمهور النادي الأهلي يعي رابط مستوى الفرقة بالأسماء اللي موجودة فيها وإحنا ما شاء الله فرقتنا مليانة نجوم مليانة في كل الملاكس مليانة نجوم وكل نجم منهم ممكن يشيل فرقة الواحدة على فكرة مستنين مستنين القماشة دي تطلع أو الماكهنة دي تطلع قماش بقى يعني ده وقته بصراحة أنه وأعتقد أن مستر موسيماني خد فترة كافية جدا هدم فيها إمكانيات كل لعب وخد مساحته في أنه يختار كمان صفقات على عموم أنا برضو وجزء كبير شريحة يمكن الأغلبية الكسحة مستنية الرجل ياخد الفرصة كاملة وكمان اللعيبة الجديدة تدخل في التشكيل سواء أفريقيا أو محليا ويباين بقى مستر موسيماني بصمته بنسبة تبقى تجربة كاملة نقدر نشوف الرجل بيشتغل بقى ريحية كبيرة معها وماشة عظيمة جدا يقدر يطلع بيها كرة مفترض أنها تكون الأفضل على مستوى مصر وأفريقيا ومفترض أنها توصلنا بإذن الله لكل الألقاب ترجمة نانسي قنقر